قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فاطلب ما تشاء من الخير وتوكل عليه فيما تحب وكلما زدت من طلبك أكثر ولححت أكثر أحبك أكثر فإذا انتهيت من طلبك فإنه سبحانه سيسارع في إجابة طلبك في أسرع وقت مفضل يعني أفضل وقت لك فيتأخر طلبك فلا أنه لا يريد أن يعطيك لا بل لأنه سيختار لك الوقت الذي ناسبك أنت أما إذا كان طلبك الذي طلبته في كل الأوقات لا يصلح لك فإنه سيصرفه عنك بالكلية حتى وإن كنت تريد هذا الشيء رحمة منه ولكن ولكن لأنه يعلم أن قلبك قد تعلق بهذا الشيء الذي طلبته فإنه لن يحرمك بالكلية بل سيفتح لك من خزائنه التي لا يملكها غيره سيفتح لك ما هو أفضل من طلبك الذي طلبته إلى أن تقر عينك المهم أن يرضيك لا بد إذا توكلت عليه أن يكفيك هو قرر ذلك في كتابه قاله من يتوكع الله فهو حسبه حسبه يعني كافي لا بد أن يقر عينك سواء أن يقر عينك بعطايا من نفس النوع الذي طلبته أو بأشكال أخرى من العطايا والهدايا من خزائنه